الخبر الأول اللي عدنا عن لويساهي وتهكير قناته للمرة الثانية بالنسبة للخاصة لما يعرفون الموضوع فأني نزلت على القناة مقطعين يحجون عن الموضوع وحده لما تهكرت وحده لما رجعت القناة ولكن للأسف القناة تهكرت للمرة الثانية وإلى الآن ما حد يعرف لش هذو الهكرية مستقصدين لويساهي بالذات طبعا لويساهي نزل على حسابه بالإنستجرام ستوري يقول بي إن القناة تهكرت ومن الواضح صراح كان كلش مقهور لحطوكم هذا الستوري على مودة تشوفه حبايب بس حابة أقول لكم أن قناتي رجعت تهكرت الله صبرك يا لوي وإن شاء الله ترجع للقناة بأسرع وقت طبعا حاليا لو تكتب بالبحث لويساهي رح تطلع لك قناته ولكن مغيرين لإسمالتها وبنفس الوقت من تدخل لح تشوف أنه يكون فاتحين بيت مباشر غريب الخبر الثاني اللي عدنا عن أنس وأصالف فهوين منكم دي يسألوني يقولولي ليش هم مقاطعين على السوشال ميديا وحقيقة الدخول أصالة للمستشفى وهذا صحيح بحيث أسامة أكد هذا الخبر بسبب الإنستجرام لكل حاليا دي يسأل هل أصالة خرجت من المستشفى فجواب للأسف هو لا فأسامة نزل بحساب الإنستجرام هذا الستوري اللي كان من داخل بيت أنس وأصالة والواضح يعني أنس وأصالة مش موجودين بالبيت وحتى هم أساسا مدين نزلون ستوريات صراحا كان واضح بعد هذا المقطع أنه أصالة كانت شوية تعبانة من الحمل واللي هو طبعا سببها دخلت للمستشفى طبعا الله يشفيها وتنسويني يا حباي بدعواتكم بالكومنتات الخبر الثالث اللي عدنا عن نورستار واغنيتها الجديدة فنورستار نزلت على حسابه الإنستجرام وردت بيه على المتابعين يتقول لهم أنه الأغنية الجديدة راح تكون ديستراك على حبيبها أو على الشخص اللي هي معجبة بي وفهذا يعني يا حبايب أن نورستار لح تنضم لليوتيوبر اللي يسوون ديستراكات تبني بالكومنتات شنو تتوقعون الأغنية مالتها قوية أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن أحمد أبو الرب اللي نزل بحساب الإنستجرام هذا الستوري اللي يطلب بيه من المتابعينه أنه يكتبوا لأسئلة وهو يجاوب عليها فهذا يعني أنه عدنا تحقيقه يا أحمد أبو الرب والسؤال الأول هل تكره؟ غيث مروان؟ أنا ما بكره أنا بكره وجوده في الحقيق لا بسع آآ آآ بعرف أني أحنا بغيث غيث بشع عارفين بشع يع كل ما أشوفه طبعا الوضع مع بيناتهم شقة يا حبايف عادي يعني السؤال الثاني هل رح تصور مع نورمار مقطع؟ إمتى حستضيف نورمار؟ أنا كنت ناوي أستضيفه بس بعدين ضليت أكب أصخر عليه وشكله زعل مني واليوم حاولت أتصرح معه بل كإذا قبل نعمل فيديو مع بعض علي وصلني للرد المنتظر من أحمد أبو الرب على ريدر فبعد ما ريدر نزل أغنية دستراك كرنافالي هلا حترد عليه أو لا ريدر نزل أغنية قصفك فيها ريدر ليش تقصفني ولا؟ أوكي من الواضح أنه أحمد أبو الرب اللي يسوي نفسه أنه هو ما يعرف ريدر الخبر العسطري اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وليش هي مسافرة أو وين مسافرة وحدها فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام وهذا الستوري اللي تعلن بي عن سفرها بحط الجنطة والسفر وقالي الوين وبعدها نزلت الستوري ويا فرق خالتها واضح أنه مسافرة وحدهم بدون أمهم هو بدون أمها البيساني يعني رأيض لكم الستوري وبس والله هنا وصل نهاية المقطعات من المقطع إجابكم لتنسون تحطونا لايك وتشتركوا بالقناة شعرنا أكم فيدي الزين من قناة مملكة القصص ومع السلامة